في الأنبار لست بحاجة إلى الخروج بتظاهرات لتعتبرك السلطة مجرما فمنشور على فيسبوك كفيل بذلك وهذا ما حدث مع عدة نشطاء مدنيين منهم سمير الفرج الذي ما يزال معتقلا بتهمة التحريض على التظاهرات سمير ظهر قبل اعتقاله بيوم واحد فقط على قناة الفلوجة وابدى تأييده للتظاهرات في بغداد ومدن الجنوب وقال حينها إن سكان الأنبار لا يستطيعون الخروج في تظاهرات بسبب الوضع الأمني لكنهم يتضامنون مع إخوتهم في بغداد والجنوب التهم جاهزة لنا اليوم والمتظاهرين اللي يحملون مطالب مشروعة ومظاهراتهم محتجاجاتهم كانت سلمية تعرضوا لعنف وقمع رهيب لذلك شون إحنا إذا مدنة أقامنا هذه المظاهرات والاحتجاجات لذلك إحنا ضد الاحتجاجات داخل مدنة لكن نساند المظاهرات بعموم محافظات الوسط والجنوب وبعاصمتنا الحبيب وبغداد منظمة هيومارايتسووتش نددت باعتقال سمير ورفاقه وقالت على الرغم من سنوات الصراع المرير شعر الكثير من العراقيين بالحرية في التحدث عن القضايا السياسية لكن هذه الحالات تمثل تغييرا مقلقا بالمقارنة بين تصريحات هؤلاء الرجال السياسية السلمية تماما وبين الاستجابة غير المتناسبة على الإطلاق من قبل سلطات الأنبار مصادر خاصة في الحكومة المحلية للأنبار أكدت أن قائد الشرطة هادر زيج يقود بنفسه قمع المواطنين المؤيدين للتظاهرات وكشفت تلك المصادر أنه يصر على إبقاء سمير الفرج في السجن ونقلت على لسانه قوله أنه يريد تلقينه درسا لن ينساه عقابا على تأييده للتظاهرات في بغداد ومدن الجنوب نحن نطالب الحكومة بالتعجيل بالاستجابة لمطالب المتظاهرين لأنها جميعها حقوق مشروعة للمواطنين حاولت الفلوجة التواصل مع أصدقاء سمير وعائلته لكنهم رفضوا الإدلاء بأي حديث خوفا من إجراءات انتقامية قد يقوم بها قائد الشرطة هادر زيج ضد ابنهم المعتقل منذ أكثر من أسبوع